سمعكم شباب وان شاء الله يكونوا بخير ومعكم بمهاجد فاتحي ونهاردة فيديو جديد تابع للفيديو اللي فات الخاص بان السيان بصورة ده خزنة الشير وشان ما طاولش عليكو يلا نبدأ بسم الله طب يا شباب كل المشكلة اللي عندكو ان انتو لما بتروح على الخزنة فمش فاكرين ان ما اداء طبعا اه جوة الخزنة مسلا انت ضايف اه صور وكمان ضايف فيديوهات ولكن انت اساسا ناسي النمط بتاع الخزنة ومسلا مش عامل اه كلمة مرور اه لو اسأل الامان ولا عارف اه الباسورد الخاص بيها طيب ازاي ان انت تقدر تحل المشكلة دي بكل سهولة وكل التفاصيل الخاصة بالطريقة دي واحدة واحدة وخطوة خطوة نزلتها في فيديو جبل كده ويسيب لك اللينج بتاعه في الوسحة الفيديو طيب هنحتاج تطبيق مدر الملفات وهنحتاج تطبيق والروابط كلها في الوسحة تحت الفيديو بنفتح اه مدر الملفات ونروح على التخزين الرئيسي بروح على الثلاث نقاط ونعمل جديد وبعد كده نختار مجلد اكتبه مثلا اي اسم المهم ان انت تكون عارف انا مثلا هكتبه فولدر الشير حسنا وجوه فولدر الشير كده من على الثلاث نقاط اعمله جديد وهقول له مجلد واكتبه احتياطي وهقول له حسن كده عملنا فولدرين طيب هتروح من على الثلاث نقاط برضه وبعد كده هتروح على عرض وبعد كده هتقول له تنطبق على جميع المجلدات وبعد كده هتقول له الظهار الملفات المخفية من تحت وبعد كده هتروح على هتلاقى الايكونة بتاعته ظهر كده هندخل على وبعد كده هندخل على ضغط عليه وبعد كده هندخل على اول ملف ما تهزفش حاجة ولا تعمل اي حاجة هنا كده هنروح على ونروح ناخده نسخ ونروح في الاباس او المصرات اللي فوق هنختار التخزين الرئيسي هنروح على فولدر الشير ونعمل له لصق هنا وبعد كده هناخد الفولدر ده برضو ناخده نسخ ندخل في الاحتياطي ونعمل له لصق هنا تمام كده نكفل آآ مدرون ملفات خالص كده وبنروح على تطبيق السيكول لايت وبعد كده هنروح فتح معنا الفولدرات دي كده هتروح على الفولدر اللي احنا عملناه اللي هو فولدر الشير وضغط على دوت دي بي ضغط عليه وبعد كده هتلاقي تلات ملفات عندك لو عاستي اعرف آآ ان الخزنة او الملف ده فيه صور او فيديوهات فبتروح على تالت كده ضغط عليه هيفتح معك بالشكل ده هتروح هنا على طيب هتلاقي هنا زي ما ظهر معاك كده فوتو 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 كده عندك آآ خمس صور وفيديو واحد كده عشان تتأكد ان الخزنة مازال فيها ملفات اما لو مفيش في الطيب الطيب هنا الفوتو والفيديو فيعرف كده ان الخزنة مفهاش ملفات ودي حاجة بس حبيت اوضحها ندرجح تاني ندخل على سي بوكس هتسبت ايدك كده على اي حاجة وكده هتروح على طيب هنا اربع حاجات هنغيرهم اللي هو البي دابلو دي والبتر آآ باسورد والانصار دولة الاربع اكواد اللي احنا نغيرهم دلوقت مع بعض نطلع طبعا بتروح على مدر الملفات آآ لو انت تحملت الفايل اللي انا سيبه لك في الواس صحيح للفيديو ده آآ ملف الاكواد دي هي اللي احنا هنكتب دي الاكواد الجديدة وطبعا هسيب لك كزا صيغة مسلا لو حابب ملف ده يفتح على مدر الملفات كده عشان يكون مسلا عايزوا آآ ملف هتلاقي الكلام ده كله موجود بالحدد وبعد كده ناخد ناس هو بعد كده بنروح على تضلق السيكل بروح هنا على الباسورد نحدده من الثالث نجوت كده بنروح تحديد الكل وبعد كده هنعمل له لصق الباترن باسورد بنرجع كده بنحدده بعد كده ناس بنحدد كده وبعد كده لصق بروح على الكوسشانوان بنحدد الكوسشانوان كله كده وبعد كده لصق وبعد كده اخر كود معنا بنحدده كله كده وناخده لصق وبعد كده بنروح هنا في الايكون الخاصة بيه وبعد كده لصق بعد ما عدنا العربع اكوايت بالشكل ده تتأكد برضو ان الاكوايت دي مزبوطة وبعد كده بتروح على تنساش ان انت تسيف وتطلع خالص تدخل على مدر الملفات وتروح على الفولدر اللي هنا عمناه اللي هو فولدر الشير لو في ملف ظهر جديد كده يشيبك منه المهم ان انت هتاخد ملف دوت دي بي وبعد كده هتاخده نسخ ترجع للتخزين الرئيسي تدخل على الشير دوت سيف بوكس اول فايل وبعد كده هنا هتقول له اللصق انا هقول لك ان الملف ده موجود بالفعل هل تريد استبدال وهقول له اه تنطبق على جميع الملفات وبعد كده هقول له استبدال كده استبدالنا الملف نكفل نرجع على الشير هنروح على الخزنة انا بجول ارسم نقش لغاء القفل الخاص بك بعد ما انت عملت الخطوات دي معايا هتكتب النمط زي ما انا هكتبه دلوقت هتكتب النمط كده والخزنة هتفتح معاك وهتلاقي الصور موجودة معاك هنا وهتلاقي كمان الفيديوهات موجودة معاك هنا لو حابب ان انت تسترد الصور فبتحددها وبعد كده بتعمل لها استعادة طيب اه في حاجة يا شباب لو انت اه فتح بعد ما عدلت ملف معايا وفتح معاك وجالك اعمل اعادة تعيين يعني انت لسه هترسم نمط جديد لو جالك هترسم نمط جديد فانت كده في حاجة انت عملتها غلط في الخطوات يريد تراجع الفيديو ليه لو انت لرسمت نمط جديد فانت كده دمرت الملف ودمرت الداتا اللي جاء الخزنة لازم النمط ترسمه زي ما انا رسمته بعد تعديل الملف لو انت عينت الباسورد او جالك عين باسورد عشان ترسم نمط جديد فكده في حاجة غلط في الملف هتياني هنا كده على مدر الملفات وتدخل على وعلى احتياطي وهتاخد ده نسخ كده وبعد كده هترجع ان انت تحطه هنا كده في الاحتياطي وهتجل له تنطبق على جميع الملفات وهتجل له السبدال اللي انت عملت كده عشان لما تيتعدل تعدل على الفايل ده لان الفايل اللي احنا مخلينه احتياطي ده مخلينه ازا انت غلط فتقدر ان انت ترجع على اه تعدل على الفايل ده من جديد ازا اجل لك هنا اه ان انت تعين النمط جديد فلازم يفتح معاك تكتب النمط ده ويفتح معاك ما فتحش معاك بالنمط ده يبقى في حاجة غلط عندك في الملفات طيب عشان اه تعين باجا وبترسم نمط جديد فبتروح تعمل له عادة تعاين كلمة مرور وبتكتب النمط من جديد وبعد كده بتختار النمط وطبعا لازم تكون فاكره ازا ده تأكيد بتعمل قعدة تعاين لسؤال الامان وده سؤال الامان اللي انت هتكتبه وبعد كده هتجل على التالي وبعد كده هتكتب آآ سؤالك طبعا هنا بيقول لك ما هو رقمك المحظوظ ممكن ضغط عليه كده تختار اي سؤال تاني مسلا ممكن تكتب رقم او اسم المهم ان انت تكون فاكره اشاء الله نصية النمط بعد كده موافج تلت نجات عادة تعاين كلمة مرور طبعا كلمة مرور هتكون هي زير وحداشر خمسة وبعد كده اقول لك تعاين كلمة مرور هتكتب آآ رقم بتكون حافظ اما حاجة ان انت خطوات دي كل الرقم انت تكتبها تكون حافظها وبعد كده جالك تم تعاين بنجاح وكده نكون حلينا مشكلة تنسيان بصور دي خزان ما تنساش آآ لو انت تجد معنا في القناة تشارك في القناة وتعالى تجلس عشان توصى مشاريع جدا ان شاء الله متنساش لو عندك اي مشكلة توصى معنا خلال روبط في الواسطة تحت الفيديو او من خلال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته